حققته بتجاوزها تكرار وتقليد ما سنع في القديم لتقدم اليوم منتجات تستجيب لمتطلبات الحاضر ومقتضيات الحياة العصرية وجاء هذا بعد المبادرات والقرارات الحازمة التي اتخذها سيادة الرئيس عابدين بن علي والتي تمثلت في العديد من الحوافز المالية والمعنوية للصناعات التقليدية اعطتها الدفع اللازم لتكون رافدا اقتصاديا يواكب التطور المستمر للبلاد ومن بين الاجراءات التي افرزت تحولا عميقا في القطاع الاحتفال باليوم الوطني للباس التقليدي يوم 16 مارس من كل سنة الذي اقره سيادة الرئيس زين عابدين بن علي تجذيرا لمقاومات الاصالة وترسيخا للانتماء الحضاري والتاريخي واستجابة لتقاليد البلاد وتراثها وقد بعث هذا القرار نفسا جديدا في صناعة تلاشت وكادت ان تنقرض فازدهرت من جديد وانتشر رواجها وصالحت بذلك المواطن مع هويتها ومن انجازات الديوان القومي للصناعات التقليدية باشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية بعثه تجمعات حرفية في فضاءاته او في فضاءات عتيقة بالتعاون مع مؤسسات او جمعيات تعنى بها كما دعم المبادرات الخاصة والجهوية في هذا الغرض وشجع على بروز هذه التجمعات بالتوجيه والمساعدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة